اشتركوا في القناة 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 لأنه لم يكن من تقدم في هذا الميلف لأن هذا الميلف كانت من حزم أخضاء محبوظة لبني وكانوا من قموف وكانت بيعة وكانت تفتحات التعمير يعني لم يكن تقدم لدي هذا الملكيات لأن هذا الملكيات لا توجد تقدم لأنه لم يكن لديهم الحيازة يمكن أن يبيعها لها على الشياء فهمت ذلك؟ لم يكن لم يكن أسمته فهمت ذلك بإذن الله يزكي بإخير أنه كانت طلب من السيد الواكيل يعطي تعليمات للسيد قادية لأن هذا الميلف يتعمق في البحث لأن هناك شخص واحد البحث عامق لأن هناك مشاكل تماما وهو واحد الجمعية لأنها خلقت هذه المشاكل في 2012 جاءت حتى بعد الكاشنة على الدور خلقت مشاكل تماما بزاف تسبحوا الناس مئاتين وخمسة وعشرين أسرة أخرى كلها يبطل مدى بال الشارع كلها عندها الأحكام دخلت الموضوع فوق من تترات يعني تنصبنا في هذا القنط مزيان كنا نضربه مزيان ولكن الحمد لله من نجاها السيد الوالي نشكر أعطيت تعليمات وفتح لنا تشير التعمير وزوجنا جمع الخلافات وحاولوا نصلحوا الموضوع إلا أن هذه الناس لا يشيروا الأرض لها الضحايا لا يدرون معهم تشيحل وفيما أنا تدخلت الوسائل الإعلام حالك وكان صرح تبدأ هدوك اللارة يتنصب علينا وتقسموا الناس ويخرقوا لنا المشاكل وكانت من المسؤولين أنه يخذوا بعلي اعتبار هذا الميل فهذا شائك وزاكم الله الخير ونشكركم وعاشا سيدنا قبل ما تخرجون لا تنسوا أن تتابعوا في الاشتراك في اليوتيوب وتشاركوا الفيديو معكم ومعرفة الوصول الشمائي لا تنسوا أن تدخلوا الجرس لكي أصلكم جديد شكرا